لا تنخدعوا أيها المسلمون بمنطق من يقول الوحدة الإسلامية سواء من كان يقوله كاهناً بكرياً أو كاهناً يدعي التشيع ما إحنا هم عندنا كهنة أيضاً هم يأتونك يريدون منك أن يذبحوا الحق أن يسلبوا منك حقك في أن تجاهر بالرفض تجاهر بعقيدتك وبرأيك ومذهبك وموقفك يقول لك لا 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 تتكلم على أبي بكر لا تتكلم على عمر لا تتكلم على عائشة لا تفرق الجماعة هذا المنطق هو منطق أبي بكر ليس منطق علي بن أبي طالب فمن تجده اليوم يدعي انتساباً لعلي وآل علي عليهم السلام أو يقول أنا مؤتم بعلي بن أبي طالب ويتحدث بهذا المنطق وعلى رأس أكبر عمامة قل له خسئت لست من علي ولا علي منك لست من آل محمد ما كان هذا منطق آل محمد ولا كان منطق الشيعة الأبرار في أزمنتهم الرائعة الذهبية أبداً والذي يفصل النزاع بيننا وبينهم هو ماذا؟ هو ما بين أيدينا من مصادر العلم التاريخ هو الذي يفصل النزاع ويبين من منا على حق هاتي لي إماماً من الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعل هذا الذي يفعلونه هذه الأيام هاتي هات جيب لي إمام واحد سوى مؤتمر تقريب جيب هاتي لي إماماً واحداً سكت عن أبي بكر وعمر وعائشة حتى في ظروف التقية الشديدة كان الأئمة يصرحون ولذلك كانوا يقتلون